حياتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي ليه تباتل سياما دعاء الصلاة نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير دنيا ويأتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي ليه تباتل سياما دعاء الصلاة الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة الأفاضل أيها الأخوات الفاضلات معاشر الصائمين والصائمات الذاكرين الله والذاكرات يسرني ويشرح صدري أن أتحدث إليكم في هذه الحلقة الجديدة عن الأسرار الخلقية والنفسية للصائم فبعد أن تحدثنا في الحصص الثلاثة الأولى عن مقاصد الصيام وعن أسراره الروحية وعن أسراره الاجتماعية فنحن أولئي نتحدث عن الأسرار النفسية والخلقية للصيام ولعلها هي أهم الأسرار بعد التي تحدثنا عنها ذلكم أن شهر رمضان الكريم وشهر التغير والتغيير بامتياز فالمسلم الصائم يسعى من خلال شهر الصيام أن يغير عاداته وسلوكاته سيئة وأن يحل محلها عادات وأخلاق حسنة تصف بها نفسه ويرتقي بها بين الناس الصيام مدرسة للتغيير ومدرسة للتغير قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الصائم يجاهد نفسه لكي يغير بعض سلوكاته وبعض عاداته السيئة إلى سلوكات وعادات حسنة فيعينه الله عز وجل على ذلك ويكافئه بأن يهديه إلى أقوم الأخلاق وأسلمها إن شهر رمضان الكريم شهر ينبغي أن نراقب فيه عاداتنا وسلوكاتنا بأن نجري على أفعال حسنة نكررها ونعتادها حتى تصير سجية وخلقا فينا وبأن نهجر عادات وأخلاق كانت معيبة وكانت سيئة وكانت قبيحة وما ذلك إلا بالاعتياد والممارسة فإن هذه الأسرار ينبغي أن يتمثلها المسلم وهو صائم لله عز وجل حتى تكون معينة له على تهديب نفسه وإقامتها على الجادة وإقامتها على الحق ولا يتأتى ذلك إلا بأن يصوم صوم الخصوص كما يسميه الإمام حجة الإسلام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين وصوم الخصوص أيها الإخوة الأفاضل يتجاوز مرتبة الإمساك عن شهوتي البطن والفرج إلى برتبة أعلى منها يتعلق الأمر بسون الجوارح عن الخوض في الآثام والشرور سون جارحة البصر عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام النظرة سهم من سهام إبليس من تركها مخافة الله عز وجل أبدله مكانها إيمانا يجد حلاوته إلى يوم القيامة سون جارحة اللسان عن الخوض في النميمة والغيبة والإفك والبهتان واللغو وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن أحد سبه أو شاتمه فليقول إني صائم قيل إنه يقولها في نفسه وقيل إنه يقولها لغيره فأما قوله في نفسه لهذه الكلمة فأم من باب التهذيب والتوجيه وضبط النفس عن الرد القبيح في مثل هذا اليوم كما يزدر بالصائم أيضا أن يصون جارحة الأذن عن سماء الكذب وفي ذلك يقول المولى عز وجل سماعون للكذب أكالون للسحت فسوى المولى عز وجل بين سماء الكذب وبين أكل السحت لغرره وقبحه ويزدر بالصائم أيضا أن يمسك عن الخوض في الشبهات من طعام وشراب وغير ذلك فلا يأكل إلا حلالا وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش قيل لأنه يفطر على الحرام وقيل لأنه يكثر من الطعام والشراب فيجدر بالصائم هنا أن يقلل من الطعام والشراب وأن يكسر تلك العادات القبيحة التي ألفها واعتادها وفي مقدمة تلك العادات النوم الطويل في النهار والصهر بالليل فكيف للصائم أن يتمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهو صاهر على موائد القمار وفي المقاهي وكيف للصائم أن يمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهو دائب أبدا في أيام رمضان على النوم الطويل في النهار كما يجذر بالصائم أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفضليات أن يقلع عن النهم والأكل الكثير واقتناء البضائع والسلع في شهر رمضان بشكل أفضى بنا إلى الوقوع في الإسراف المنهي عنه حين يقول المولى عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فيجدر بنا أن نقتصد في الطعام والشرب وأن نقتصد على الحد الذي يقيم أصلابنا وعلى الحد الذي نستطيع معه أن نؤدي العبادة وإلا أفضى بنا ذلك إلى التخمة وإلى التبذير بشكل يذهب ثمرة عبادة الصيام وبشكل يجعل الآبدة أو يجعل الصائمة غير قادر على القيام وغير قادر على التدبر وغير قادر على التفكر كما يجدر بالصائم أيها الإخوة الأفاضل أيها الأخوات الفضليات أن يصفي قلبه بتذيق مجاري الشيطان وأن يقلل من الطعام والشراب وأن يكثر من التدبر في القرآن ومن التدبر في نعم الله وآلائه ومن التدبر في مظاهر الكون حتى يرتقي بنفسه وحتى يأنس بالله عز وجل ويقترب منه وتكمل صورة العبادة ويستوفي أجره كاملاً غير منقوس تلكم أيها الإخوة الأفاضل أيها الأخوات الفضليات أهم الأسرار الخلقية والنفسية التي يجدر بالصائم أن يتمثلها وأن يعمل على تحصيلها في هذا الشهر الكريم حتى يخرج في هذا الشهر الكريم بحصيلة تربوية وخلقية تجعله في مصاف الملائكة وفي مصاف الصمادية التي نقتبسها من الله عز وجل وهي التنزه عن الطعام والشراب وفي ذلك ما فيه من الاستعلاء عن الشهوات وعن الملذات وعن الأهواء جعلنا الله عز وجل من الذين يفهمون دينه ومن الذين أوتوا الحكمة والتأويل إنه ولي ذلك وإنه القادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين حياتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي لي تباتل سياما دعاء الصلاة نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير دنيا ويأتي مع الله يا جمال مع الله تحل الحياة وقلبي لي تباتل سياما دعاء الصلاة وقلبي لي تباتل